اشتركوا في القناة 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 الشريحة اشتركوا في القناة 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 اكس جزر اتش في المخيط سوري المخيط ايوا بي على كيل في آل تبسك طب انت عايز من المعددية يعني هستفاد ايه احد الابليكيشن لو انا شغال في جب فورن بيعمل انصهار الحديد او اللحاس او الامونيوم حاجات زي كده وعايز ايس التمبراتشور بتاعت الفورن مش هبعت انا واحد جو وقول له ايس التمبراتشور وتعلاني يعني هيروح مش يرجع تاني فما بنعمل ايه اه انا ممكن يكون عندي معدن بار طوي جدا نتكلم فى خمس ستة متر وانا عارف طوله وعارف ابعاده اقدر اعوض به في المعادلة ديت حقيس التمبراتشور في روقتين اتنين جوه العمود دوت خلاص وعوض بيها اقدر اجيب كل حاجة واقدر استخدم المعادلة ديت واجيب على بعد بقى جوه في فورن جوه التمبراتشور اصلا بكامل هي بالنسبة تبسل مين تي بيز ويقول له اقدر من المعادلة ديت اجيب قيمة التمبراتشور جوه الفورن وانا من بعيد بقيس حاجات سمبل اعرف ايسا طيب في الاخرى انا محيد اوراك الكلام ده سيطلع عن التمبراتشور سوري اللي هي تريد بتسوي كام كيو دوت اللي هي بتاعت الفن واحدة عبارة عن جزر الكي في الاريا كروس سيكشن في الاتش في البي في الدلتا تي او سيتا بيز خد بالك من حاجة عندنا هنا اللحبطة شوية ان في فارق ما بين السوركوس اريا للفن او الاريا بتاعت الفن وحاجة اسمها الكروس سيكشن او ضعطة دي صوت عليها ليها هنا عندي داية دايرة بالكروستركشن بتاعتب الكروستركشن داية المحيط محيط الداية طيب يبدأ هنا لو انا عايز احقق ان الكيو تكون كتيرا. احنا هو اننا في ناقيميني فين اصلا ليه? عشان نزود الكيو عشان نزود ان هي ترانسفير لان اتش اصلا قليلة. فلو انا عندي اتش قليلة. بدور بقى عند ازود الكروستركشن اريا وزود المحيط وحيز ان الكيب تستخدم ايه كي عالية يعني نستخدم نحاس او الامونيوم عشان اقدر انقل حرارة بشكل اكبر. طيب استيل الكلام دا غامض انا عايز اقيم الفن بحاجة اقارن بالحكتين مع بعض ثلاثة مع بعض ايما عندي بسر انكتولوجات ادي واحد عمل فن والتاني والتالت اقارن ما بينهم واختار اللي يتناسبهم. فالحيان من عندنا الثلاثة برامترز بقيس بيهم البرفومنس بتاع الفن. اول برامتر معرفوا حاجة اسمها او الفن فيت ريت اف اتش اار اللي هو هل الفن دي مجدية؟ ليه لازمة يعني ولا ملحاج لازمة. لو مشيت ورا الاسبات بتاعها هتنصر في الاخر بالقيمة. ايه تعريفه اصلا الفن افكتفنس ان انا عندي حاجة اسمها الجسم ده لما انا لحمت عليه فن. حينقل الحرارة صح? طيب لو ما كنتش لحمت عليه الفن دي. ماذا كانت كده كده حينقل الحرارة؟ الرش بينهم كامل يعني الحرارة اللي خرجت من الفن. على الحرارة لما كنتش لحمت في الحتة دي فن. الحتة دي بس. انت كن عندك جسم بالمنظر ده. انا اخترت في الحتة دي ولحمت عليها فن. طيب. ولولا ما كنتش لحمت الفن كان يبقى عندي كان يبقى عندي حتة دي. حتة دي لحمت عليها الفن كانت حرارة. الرش بينهم كامل. ده اللي هو بتتكلم عليه اللي هو كيوم اللي خرجت من الفن على الكيوم اللي كانت هتفرب لو كنتش لحمت الفن من الاريا دي. بس حتة دي. ده خالة والاتنين قد بعض. يبقى ليها لازمة الفن دي اصلا. يبقى لو تلعت بواحد. انت مش حاكوا اسم. خلو ما لو تلعت كبان اقل من واحد. يعني انت كده عملت ايه? ده انت كتمت الحرارة ومنعتها. قللت الحرارة. انت عزلت. انت بتدور عم تزود. او تدور ده بتقالي انت هدفك تزود الحرارة. يبقى على الاقل تبقى كام تبقى اثنين. يبقى اذا لو ما كانتش بثنين او اكتر يبقى ليست مجدية. الفن دي نوع ده مش مناسب. او الفن اصلا مش مناسب. طب لما رجل بصت كده على الفيرامتر في حالة الفيرامتر. يطلع بك. يطلع بك. يطلع بك. في البين والمخيط على الاتش. على الاريا كروستش. طب معناها ايه الكلام ده? عشان تبقى الفين مجدية. لازم اعمل ايه فك اختار نوع فن تكون التك بتاعتها اخبارها ايه? عالية. يعني بكام مسلا اه انا حاس موامية. او الامونيوم منتين. طيب. البي للبرمتر. والاريا كروستش. طب هو مرتبطين ببعض. فانا عايز الرش اللي يلبيه على الاريا تكون دايما كبيرة. ده يعني ايه الكلام ده? انها تكون حاجة اسمها فن رشيقة. رشيقة يعني انها تكون البرمتر بتاعها كبير والاريا كروستش. اقل منها. ده اللي انا ممكن احقق به افكتفنس عالي. اخر البرمتر عايز نعمين كنتوا بقى. الاتش. عشان تبقى الافكتفنس عالي. يبقى لازم الاتش يكون ما لها? يا نعمل ايه? ركز كما انت بتقوله. وركز كده في انت بتقول ايه? عشان تبقى عارب. الكلام تبقى صح والله. المعادلة اللي بشايفها دي الاتش موجودة في انت تحت في المقابل. يبقى الحل ان احنا نعمل ايه في الاتش? تبقى انت بتقوله? ركز كما انت بتقوله. اذا كنت انت اصلا بدأت الكلام في الموضوعات عشان ايه? ان انت عندك الاتش قليل. وانت عايز تعاوض الكلام انك تزود الهيت ترانسفير. انك تزود الاريا. طب تقلل الاتش? ولا معنى الكلام ان استخدم الفينز لما تكون عندي كيس فيها الاتش قليلا. يعني لو انا عندي كيس. السيرف الآن متعرض لماية. وعندي الهيت ترانسفير كوفيشن قمته بألفين. ولو عوضت في المعادلة اقول انت تعالى من حسن اكتر. وركبت فينز ما هيحصل? ليس لها معنى. ليس حسن عاني. ليه? لان انت اصلا الكيس اللي عندك فيها ملحة عالية. يبقى معنى الكلام ده? ما ينفعش استخدم فينز مع كيس اصلا هي ترانسفير كوفيشن بتاعتها عالية. وضح الكلام كده. هل ده البرامتر الوحيد? لا لا. ناخد بيك. اخلص بس التوبرامتر. طيب. تعال نبص على برامتر تاني نقيم بي. لو كانت الفينز دي ايان. يعني ايان. يعني هتطلح حرقة ماكسر. ازاي يحصل الكلام ده? تعالى تخيل ان بتاعتها بانفينيتي. او تعالى تخيل ان التمبريتشر بتاعتها طول ما نماشي مع محور اكس ما تغيرتش. الشيء المفروض انها مثلا دخلت بمية بتقل مع الاكس. ده اللي بيحصل. لديك في حرقة ما تخرج منها. لكن تعالى تخيل التمبريتشر بتاعت كل الفين من اول اخيرها. فضلت زي ما هي مية. يعني انت كل ما بص جوه المحور اكس يلاقي ان التمبريتشر هي هي البيز. اخبار الدلتا تي ايه? يعني هل احسن بالنسبان لما تكون التمبريتشر ادي التمبريتشر انفينتي. وده محور الطول. هل لو التمبريتشر فضلت تي بيز على طول. ده احسن ولا لو كانت بتقل مع محور اكس. طبعا هنا هو الدلتا تي اخبارها ايه? كبيرة. طب ما هو مع محور اكس. الدلتا تي عم ملاحظة فيها ايه? بتقلي. يبقى اكيد الكيو اللي خرجت هنا مع الوقت مع محور اكس. كيو ما لها? بتقل. لكن لو اتكلم حلاء مجنري حاجة ان التمبريتشر جوه البيز فضلت جوه المحور جوه البيز هي هي نفس البيز. معلاء انا دائما هتقع عندي التمبريتشر دلتا بينها اخبارها ايه? كبيرة جدا يبقى الكيو اللي خرجت دي ما لها? كيو ماكسيموم. يبقى لو انا قارنت ما بين الكيو اللي هي اكتر والكيو المجنري هي لو انا قرطها ان التمبريتشر فتا الفين في اي حتة جوه الجسد تاعة الفين هي البيز اللي هي الماكسيموم. في الحالة دي باتكلم على كيو ماكسيموم. كيو اي دي. اثنين على بعض هاجيب حاجة اسمها الفين. يهمني ان الفين تكون ما لها? عالية كبيرة. يعني يهمني ان ان الخطين دول يكونوا ما لهم قريبين من بعض. طيب البرامترز اللي موجودة جوه الفين في حالة الفين. في حالة الفين بتقول ايه بقى انها بسجزل في هنا ايه في الاريا في الاري ايه في الاري ايه. تنساش? في الفرق الاري ايه اللي هو المساحة للنسبة لزدين ايه سطوانا يعني هنا. وبين حاجة تستمر مقطع لنمقطع gift. طيب يبني كده بتكلم على كيو عالي كيو عالية تكون تعقول ايه طبعا روصب العين هو اصلا قليل اجيب مناسب مع ايريا مناسبة عشان اجيب بيقول لك ما تستخدمش الفينس إلا لما يكون الفينسي بتاعتها حوالي 90 في المائة. يعني لو أنا عندي كاتلوجات متاحة حقار ما بينها اختار أني واحدة اللي تكون أعلى من 90 في المائة. هي دي اللي أقول اختار الفينس ده. طيب خط بالك إن كل ما الفينس تطول منا مش حاق ويسا ليه لأنك تجيب مادة أكبر. انت بتمنع الفلو انه يمشي بتاعوكم فانت بتقلل السرعة بتقلل اللي هي ترانسفير دي مش حاق ويسا. وبالكوست بيزيد. فيما أن الافيشنسي كمان لأسف بتقل. كل ما بيطول منك الفين للأسف الدلتا تي دي هتقل. وتلي الكيو اللي انت بتتقلها هتقل فالافيشنسي مش مناسبة. طيب. نيجي الآخر حاجة. آآ 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 دراس الـ performance تعرفين حاجة اسمها الريزيستانس. أنا عايز أرجع تاني للجزء اللي احنا كنا شغالين فيها من كده. أنا كان عندي نود اسمها تي بيز. وعندي نود اسمها تي انفينيتي. ويبقى بينهم مقاومة. عشان كنا قلنا ده surface تي بيز. والهوى تي انفينيتي وكان مقاومة كونفكشن. صح؟ ما هو كانوا كنا نعملين مقاومة بينهم وكانت اسمها مقاومة ايه؟ مقاومة كونفكشن. هل أنا ممكن أحول المعادلات دي لنفس الشكل اللي أنا كنتشغل بيه اللي هو قاومات يعني وسهل عليا؟ ها. ما هي الكيو اللي هتخرج من الفن هي اللي ما شاهدت مقاومة ديت. يبقى دي من قاومة من قاومة مين؟ مقاومة الفن؟ تجيب حزان؟ طيب ما أنا عندي المعادلة بتقول لي إن إيتا فن أصلا. هي عبارة عن الكيو فن على الكيو فن ماكسلوم. لو درقت لتنمدل في بعض. يبقى كمية الحرقة حرجة من فن أصلا. عبارة عن إيتا فن في كيو فن ماكسلوم. كيو فن ماكسلوم سهل ليه؟ لأنني أتكلم أنني عندي كل الجسم لها نفس التمبريتشا. فأنا كده عندي التمبريتشا بيهز مناس تي انفينيتي. والإيتش والإيريا مين؟ إيريا الفن. كل حكاية مضروها في إيتا فن. كما لو كانت ترمات بقى ديت. لو أنا خدتها تحت. هاي. يبقى ديت السامي كامل. ساوي إيتا فن في الإيريا تغفت كلها في الإيتش في دلتا تي. كما لو أنا قلت. الكلام بيساوي دلتا تي على آر تغفت الفن. كما يقول دلتا تي على واحد على إيتا فن في إيريا في إيتش. هذا الترمي ده هو مين؟ هو كمت المقومة آر تغفت الفن. هي بيساوي واحد على آرية إيتش. كما هي مقومة الكمبكشن. بس هنا اسمها آرية تكمين الفن. في إيتا مين؟ إيتا فن. يعني بفوت تكون كام تسعين في المية. انت عايز الارض تكون كبيرة ولا سوها يرى؟ سوها يرى عشان انت عايز تنين الحرارة أكتر فانت عايز تقال يبقى مصطحتك كبيرة ومصطحتك كمان كبيرة تكون كبيرة تسعين في المية. واضح كلام ده يبقى احنا بننقيم أي فن عندنا بكم طريقة. ثلاثة حاجة اسمها تكون أكبر من اتنين. لازم أكبر من تسعين في المية والرزيستنس عايزها تكون أقل ما يمكن. حد سؤال في الكلام بلوت. رح ناخد بس دقيقتين كده. انت فوق ده دي المعادلة بتاعة التمبريتش. كل ما مشي مع محور اكس بتقل. زيوريتكالي نفسي يكون ايه؟ ايه? سؤال. الفن. الفن اه طبعا. احنا عايزين نقول كيوب توتل. اللي خرجت من الفن توتل. يعني اوان عندك سيجمنت. كل بقى اللي خرجوا من الفن. مش خينك هاتي موجودة بقى اللي خرجت بقى دي. كما لو كان عندي مقامة تحول ساكة انت عندي مقامة. فبين التي بيز وبين التي انفينيتي. كيوب كلها كام على المقامة دي. بلد تي. على المقامة دي. طيب. ايه تاني؟ اخيان لنا ايه تفن ديت ياما شوفها في صورة معادلات. ياما اشوفها في صورة تشارت. حسب نوعة بروفايل بتاع الفن. هي الناس اللي عملت الفن تعمل معادلات تطع تثبت الكلام ده وطلع لك في صورة تشارت. فانا ممكن يكون عندي الشكل هذا البروفايل بتاع الفن. ده النوع بتاحها او النوع ده او النوع ده. كل واحدة من الدول ليها بروفايل. خشت بقى برامترز اللي عندي. اللي هي ترانسفير اتش. بصوات الصوت. الاريا. الكي. قدر اجيب الايفيشنسي بتاعيتها بكانا. ممكن تكون عندي حاجة تانية. كن النوع. بردك نفس الكلام عسب الرشي ومين الاوتر دامتر والانر دامتر. قدر اجيب اني كيريف دول. واجيب منها الفن. او ممكن تكون عندي معادلات زي ما قولك فيه معادلات بتاقة معقدة شوية شكاية مدخلتك في التماثيل دا. جاستان انت بقى عارف ان انا في حاجة اسمها ايه تفن. يا اما بجيبها من المعادلات يا جيبها من تشارت او بسبتها نفسك. طيب. احيانا احنا مش بنركب فن واحدة. والسينك اللي عندك دا في فن واحدة ولا مجموعة فنز. فيه قررين الفن. فسواءا باكت القررين داية. او اللولر. فيه في الاخر الراجل اللي بيلحم او المكان اللي تلحم دي لها مكانة لحام. ليها مسافة تقدر تعمله. والتالي في حاجة اسمها البيتش اللي هو ما بين فن والتانية فيه مسافة. مقدرش راجلتك الحاملش بكتر من فيه. والتانية انها قدر اعرف. لو انا عندي الطول دا وليكن ستين سنطة. تعال اقومي ستين سنطة او ستين. طيب. من النقطة دي باجي بيقول لي. اقرب حتة بكالحة فيها تاني. حتة دي كده. ستة ميل. ها قدر اعرف كامل. فن موجودة ملكم اقدر لحمهم او. هقسم لها ده اقدر اجل الله عكام فن موجودة عندي. والتالي كمان اقدر احصل بالارية بتاعت فن بس. ولا بتاعتهم كلهم. بتاعتهم كلهم. انا كالربب بتاعتهي الترانسفير. عايز بالاخر ايه? عايز اعرف انت قال الحرم خرج من ايه? من الفن بس? ولا من الفن والحتة اللي مكانتش فيها فن كمان. اه. ما هو الحتة دي. ما فيش فيها فن خرجت حرارة باي ايه? باي كونفكشن. طب والفن برضك خرجت حرارة. التوتل بقى كلهم على بعض. كيو توتل بكام. ده اللي انا عايز اعرفه. والحاجة التانية انا عايز بقى عندي نود اسمها تي بيز. ونود اسمها تي انفينيتي. ويبقى فيه عندي هنا مقاومة اسمها ار توتل. اللي هنا دي اسمها ار بتاعت فن واحد. ده انا عندي مجموعة فن. وكمان عندي الارية دي بتطلح حرارة باي كونفكشن. ايها مقاومة. كما لو كان انا عندي مقاومة بطاعت بكونفكشن. ومقاومة بطاعت الفن. وبعمل لهم انا يبقى اكويبلنت. محصلة بتاعتهم كوزيستن. كان. هذا ما انا عايز اعرفه. فالحيان انا عندي ادي الارية توتل. برا عن الارية فن. زي الارية من غير فن. لان في الارية الوحدة. لو فضلت ماشي بالطريقة دي اتحوصل في الاخر ادي كمية كيو توتل. اللي خارجة من الحتة اللي مش فيها فن. والحتة اللي انت اللي حدت فيها فن. المعادلات دي انا مجرد بديها لكي مش عليك مش ابتنام فيها. يجبست بقى عارف ان فيه حاجة اسمها اريا وفي حتة فيها فن. والتوتل خارج منهم وحنمثل الكلام بمعادلة شكلها عميزة. طيب. وانت عارف الفن الفيشنسي اللي هي عبارة عن ايه? افكتفنس. ادي ايه حرقة حرجت. ادي حركة المفروض تخرج من غير تركب الفن. ادي المعادلة بتاعتها. طيب والافيشنسي نفس الكلام. طيب وهنا حسبت الفيشنسي لوان فن. باللوقتي بقى عندي مجموعة فن. ايه المعادلة محاصلة بتاعتهم اه دي معادلة ليه? ايتا اوفرول. طيب لو ضربت ايتا اوفرول في الكيو ماكسمم هاجيب الكيو اللي خرجت من الفينز توتل. وبنتي لها بقى عندي في الحالة دي تحولت الارتو دي عبارة عن ايه بقى? اه دي عبارة عن واحد على الاش مضروبة في ايتا اوفرول توتل بتاعتهم بتاعت كل الفينز. مضروبة في الاريا برضا بالوفرول اللي هي الحتة اللي هي من غير الفين و الاريا بتاعت الفينز كلهم. دي معادلة اللي انا هبص عليها كانت طلع منها الار توتل او الار اوفرول او المقاومة توتل بتاعت مجموعة الفينز. هل هم فينز بس؟ لا كمان المقاومة بتاعت مين؟ الجزء اللي بتطلع منه الحرارة من غير فينز. طب على بعض المسألة دي كتو توتل كده. دي ها مقاومة مقاومة فين؟ اهي. كده اصبحت مسألتي الكيو توتل بقى اللي خارجة او ماشية في المقاومة ديت ويعبارها عن دلتا تي ببين البيز والانفينيتي على ار توتل او اوفرول اللي هي واحد على الاريا اوفرول على الو على ايتش وعلى ايتا اوفرول لكل الفينز. كده بقيم زي ما اتفقنا اي فينز عن طريق المقاومة والايفيشنس. طيب الحقيقة ان احنا الكلام ده ممكن متعرض لين احنا شغالين في شركة بتصنع فينز او سينز او احنا بنصام من حاجة وعايزين نحسبها. انت ما صح تتزود اللي هي ترانسفير اريا فانت هتتعرج للصفح فممكن معنشك في المنزل ديت. الشك ده بقى يعني احسابه ازاي? صعب. احسابه الاريا تقريب صعب مش سهل. طيب والحل ايه? مش عادي فهمش انا بالمقاونين والكلام دي. طيب حل بسيط مش انت في الاخر وصلت ان دي هي عبارة عن الدلتا تي على المقاومة. يعني انا عندي كده لو اعرف الكيو توتل. هتساوي تي بيز بايداس تي انفينيتي. على ار توتل وخص تاتي فينز دول او الكوليكشن ده او الجسم ده. ما انا اعمل ايه? احلطها في تجربة. انا كمصنع هركبها الاول عندي في جهاز. وانا عارف الكيوب كام. ابلاي فولت وانبير فانا عارف الكيوب كام وات. وحقيس التنبريتشة التلبية والتنبريتشة بتاعت الانفينيتي عارفها المجهول. الاردي برامتر في ايه? ازاعتها. اللي انا مش عارف احسابها منها في حاجة. اذا انا كده عارفت الار. يبقى هبقى التجربة هبقى الجهاز بتاعي ده كالكتالوج واقول اه الشكل ده ليه المقاومة دي. انا بقى لو انا واحد عندي كمبيوتر وعايز ركب له او جهاز وعنا ركب له فينز. فبصوا بقى فوس الكتالوجات على ايه? حاجة بالمنظر ده. بيقول لك اه دي الشكل اهو. سيريز ديت. انه بطير كثير تنتج السيريز ده. بيقول لي المقاومة بتاعته اهل. انا مش هحسابه كابعاد ده هو عامله تجربة جاهزة ومديك الار جاهز. ولكن اخذ بالك في ار فرتيجل و ار هزوند. لو الشكل دوت ادي الار بتاعته. ادي الار كل واحدة من دول وليها الار بتاعته. فانا بقى بدور على مين? على اعلى ار ولا اقل ار في اقل. سبص على الديمنشن واشوف تناسبني ما متناسب لي. واشوف المقاومة ديت اقل ما يمكن بالنسبة لي في وسط الكتالوجات. عندي دي ينفع وده ينفع وده ينفع وده ينفع وده ينفع. انهي واحدة منهم مقاومتها قال اه هاخد دي. لو خامتها بالنسبة لي مناسبة. السؤال بقى ليه في فرق ما بين المقاومة دي. هي نفس الشكل هو هو. لكن ليه لو الفن دي تقلبت بيرتكال غير لما يكون هوريزوند. ليه في مقفرق في المقاومات. ليه في فرق. ليه في فرق. هي هي. دي هو انت اشتريتها كده السينة. لو خلتها كده بقيمة. لو خلتها بقيمة. احنا دي هنابي. اهلا. 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 اكلمتكم من الاول خالص ان المادا فيها مشكلة. ان انت لازم تذاكيرها ونعتبرها مادة اهسية. انتم مهملين المادا دي. وقت لك لازم تحل انتحانات. وكثير جدا من الناس. تنطوص على كلام ده. مش هناخدنا من شوية. بحضر اللي فاتت. انه كل مبلعة في الورينتيشن. هيت ترانسفير كوفير كوفيشن بتغيي. مش كان فيه فيرتكال بلايت كان ليه اتش. وهو هو البلايت لو كان هوريزونتل كان ليه هوريزونتل تانية فاقيني الكلام ده. طب ما هو. المقاومة داخل فيها اتش. المقاومة داخل فيها اتش. عشان كده الاتش لما بتغيي من الفيرتكال للهوريزونتل ليغير قيمة المقاومة بتاعي. عرفنا ليه? طيب. يا من اخر انا بدور على اقل مقاومة عشان تديني اقل. اذا دلت تكون معقولة. والايفيشنز بتاعتي تكون عادي. هدلي سؤال في الكلام دوت. طيب. ناخد رسط وننجح تاني. قعدنا. ننجح تاني. طيب. احنا كل اللي انا قلناه ده تقريباً كل البيزيكس تعتليه الترانسفير كده اصبحت معاك. معاك من اول محاضرة. المحاضرة الفانز خلناها النهاردة. خلنا بكده التفاصيل بتاعتي. فغالباً كل الاساسيات معاك المعادلات الااسية. لو حندك اي حاجة عزيك تحتها واختمشي بيها. حسنا انت عايفت السكة من ايه? فالنهاردة عن اتكلم على تطبيق من التطبيقات بتاعتي اه ترانسفير اللي هي الهيت اكتشنجر. فالهيت اكتشنجر ده عبارة عن ايه? تخالي انا كده عندي زيت. والزيت ده عن درجة حرارة والتكون مية درجة موية. ماشي المسورة. وده هوت ايل. وانت عايز تبرده. لغاية كام. يطلع هنا بس الكل 80 درجة من ايه? تعمل ايه? احل الطرق ان انا ممكن اعمل ايه? اركب حوالي المسورة دي مسورة تانية. في جده عندي بسورة تانية. ودخل هنا هوت كولد موتر. تعالوا انها عند خمسة وعشرين. قولناها عند عشرين. ايه اللي هيحصل في المية وهي ماشية? ايه اللي هيحصل الزيت وهو ماشي بعد محور ايه? تعالوا نرسل الكلام ده على محور اسفو التمبريتشا مع الطفل. هلاقي ان انا عندي الهوت اويل عمال يبرد من كام مية سعين لغاية لما يوصر عند كام تمانين? والكولد حصل له ايه? كان داخل عند كام? كان عندي عشرين. وعمال يسخن 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 لغاية لما يوصر مثلا بقى عند كام ستين. تعالوا تخيل لو كان الهيت اكتشنجر ده او الكو اكسيال تيوبس دول بانفينيتي. قالت الاخر. كان مفروض الاتين دول وصوغات فين? كم يعني? خمسين? ها? سبعين تقريبا يعني او مادات دول كده. يعني تقريبا هل ممكن الماء تزيد وتبقى ثمانين? او هل ممكن من الزيت وينزلي بقى خمسين اربعين? استحال. لانهم انا ابصحك. ليه? لان احنا خانتنا من الاول خالص ما بدا فيه ان استحالة يحصل انتكال حرارة الا مع وجود فرق الدقال حرارة. هنا اخبار الفرق ده ايه? اه في عندي فرق كبير جدا او. دلتا تي كويسة جدا. يحصل انتكال حرارة جامعة. لكن مع طول الدلتا تي ملها. عشان كده لازم يكون في المخرج فيه كمان دلتا تي. مش هيحصل الموضوع الايضا. لازم يكون في عندي في النهاية بردك في دلتا تي هي حوالي عشرين درجة قريبا في المخرج. الحالة دي لو بصت على الفلو بتاع الهوت والكولد. الاثنين ماشيين مع بعض. برل. يبقى كده بنسمي الحكاية دي ايه بقى? بقى دي الكولد ماشي هنا. ويادي الهوت ماشي هنا. ثلاثنين ماشيين برل. فبنسمي ده نسميه برل فلو. ده فلو اسمه فلو برل. طيب. هل في حد عنه طريقة بقرية? فكر برد صندوق كده. ان احنا نحاول نحصل على زيت. عند رابط حرارة أقل من ستين. وفي نفس الوقت تتزود الماء اني توصل ثمانين. حد يفكر كده معي هلنعمل ايه? نحلها بقرية. دلوقتي الهوت وصلنا في الآخذ. اي جايين يعني من المية والعشرين حينيصون في القناة كام؟ اقصى حاجة سبعين. انا بقى عايز عملت حاجة تانية. فكر بذلك تانية. بحيث تخلي بقى الماء دي توصل زيت عن سبعين. وفي نفس الوقت كمان الزيت ينزل عن ستين أو ستين. يعمل ايه? لو ماشيناهم عكس بعض. انا بص كده على ده لو ماشيناهم عكس بعض. اي دي المسورة ايه? ده يسميها كاونتر. بس هدخن من ناحية دي الكولد فلو. وادي الزيت اللي كان اصلا جايي من الشمال اليمين اوه. عكس بعض. الزيت هنا عندك كامل؟ مية. هتجيب يبرد؟ بغاية لما يوصل على الدرجة حالة انت عايزة. والمية ها? ها? هتزيد هتزيد هتزيد. احنا انتفقنا من النزل فتيتة كامل. كامل. ده اللي فيه اللي احنا وصلنا لها في الاخر كامل? اقل لي حاجة. عشرين. يعني انا ممكن اوصل بالمية من التمبريتر وهي خارجة كامل؟ ثمانين. وممكن اوصل هنا بالزيت وهو خارج كامل؟ مية عند عشرين. ها? يبقى الزيت خارجة عند كامل كده؟ ممكن يبقى كامل عند اربعين؟ ايه المشكلة؟ فحاجة بص بقى يلسل علاجة بين الطول وبين التمبريتر. حاليا لانا عندي الهوط دخل عند مية. الفوضل ينزل 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 مغاية لما خارج عند اربعين. فيما ان المية نخلى عند كامل? دخلت عند عشرين. وطلعت عند كامل? عند تمانين. السل عند اي ميكروس سيكشن؟ دايما في عندك دلتة مساعدات اللي يحصل عندك دكار حرارة ولا لا؟ طيب السؤال ده احسن ما ده احسن؟ ها فالإنكيشن ما هيديني اكتر ان انا قادر اوصل بتاعتي اللي عمرة كنت عارفوا صلاح ايه فالكولد هيسخن اكتر والكولد هيبرد اكتر حيما ترموكيشن هاد عطوا ايه؟ اقل. فده الفرق بين two main configuration حاجة اسمها balance flow حاجة اسمها counter flow. فانا ممكن عندي نوعين اثنين من الارادي. الحقيقة انها عندي اراني من تانية تعالى ببسكد على بلاتير العربية. ايه بلاتير العربية ده؟ عبارة عن مهموعة ممسير ماشية. والهواء جاي في الشهر. فده اعتبروا ايه بقى بلاتير العربية عبارة عن ايه؟ اهو. مجموعة مواسير. ده البوكس اهو. وماشي دي مكوعة مواسير. لكن في الوش عمودي على الصبورة يعني او عمودي على الكلام ده. الهواء بيعادين من ناحية. فده يسميه بردك ايه؟ ايه؟ اعتبروا كاونتر فلو. بس يعني قريب لده. نشوية فاكتور بسيطة منهم. طيب. طيب. حان احنا 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 كمان اشكال تانية حاجة اسمها شيل ان تيوب. تعال ان تشوف فيديوهات. بتبين لنا شكل الهيت اكشنجر بقي وانواق. فلو انا عندي بدل ما هي مصورة بقى مصورة طب انا ممكن اعمل مجموعة مواسير جوه حاجة اسمها شيل. حكي بسموها شيل ان تيوبس. مجموعة تيوبس. ماشين. ده لها الرينج منت. ممكن تبقى منظر ده عندي فلانشة عمية. متقابة. وعدي فيها مجموعة مواسير. من ناحية تيوبس الكلام. ويبقى ديل استعمل الحاجة اللي بترسع عليها او بتشيلها المطبعات المواسير. في عندي مجموعة مواسير في المنظر التالي الحامهم. وفي عندي زي سيلين. طبقة سيلين كده. بحيث تشيل دي ما تزهربش الغاز. تي عندي نوعين اتنين من فليوودز. فليوود وفليوود كوت. وعشان اضمن فيه كونتاكت اكتر ممكن نعمل مسارات. وهنا من حاجة اسمها بطل ضفل اللي هي تخلي الفلو يروح ويرجع تاني ويعدي تاني على المواسير ويروح ويرجع تاني وهكذا. ده ما انت شايف دي السملي بتاعة شيل انت يوبي. وساعات نوركي ببقى هي تقدر تيوبي بقى عندي كايم. اللي حاجة اسمها شيل انت كايم. ماشي جوه وقبرة عن كويل. عشان ازود استيربوستاريا. واعمل او تنسف فلو او تربلانت فلو اكتر عشان حسن الهيت غسط. اللي انت شايفت الاسفر ادول كمارا عن هافلز بحيث ان انا اساعد من الفلو غسط عنه يروح ويرجع 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 ويعمل كونتاكت اكتر مع الاسطح والتاني ديني هيت ترانسفير كوفيشنت او ديني افكتر بس اعادة. ده اللوع منواع الهيت تشيندل ده سهل جدا وجود في السوق وضيما تصنيعه مواجه صعب. طالع جديد دلوقتي حاجة تانية. نشوفه بعد شوية في الفيديو. ده المجموعة تيوبس ودي الشيل وكده احنا عفلنا عليهم لعلي شيل ان تيوب. دول يعتبروا عنه نوع كاونتر او اللي بارل كاونتر فلو او اللي بارل فلو. كاونتر فلو. طيب تعال نشوف نوع بيهي طالع في السوق اسمه بلايكي تكشينجر. الميزة هنا فيه ان هو الكمباكت. نفس الوقت بيدي افكتر بس لسل صعيفة المية اكتر. مبارع عن مجموعة شرايق. مجموعة شرايق. وبعدين زي ما ان شايف تيوب بلايت وارضع تقوب يعني. ولكن فيه عني داست. لو انت خلت ملك من داست. ايه اللي بتحكم. هل الفلو يدخل ما بين الو بلايت ولا يكمل روح للبعدون. زي ما ان شايف مبارع عن مجموعة بلايت وارضع 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 وارضع. انت ما بيختار. الو بلايت دول اعدي منهم هوت. واللي بعضهم هوت. واللي بعضهم هوت. فيدي افكتب نسقع. لكن قابوا انه لو تسد مشكلة. شكلة زي استخدم النوع الفلو يكون كدين. في نفس وقت بتعدي الفلو من المتحات دايقة او سيكتس الفلو اللي بعدي ديه مسانة من دايقة جدا. نتكلم في حاجات الميلي. فبالتالي الفلو نخنوق فيه كبير. باز يكون عندي ترون باب عوض الكلامة. انا بحس ازاي من ايه ترانسفير. بس في المقابل اللي دا عاردي زي ما انتشايف طبق قطيها. طبق اللي وراها وهكذا. سهلا كيف? ده نوع بسميه بلايت هيت اكتشنجر. طلع كل ما زود الكرسي عايز اكتر زود بلايت اكتر هيديك كدرة هيت ترانسفير اعلى. حد يسؤال في الكلام دوت طبعا لو الجسكت دي يحصل لها مشكلة هيحصل تسريب دخل الهوت عالكوت. في من النوع بيسميه بيبقى ملحول. ما فيش بقى لو باز خاص ما بيترمي. فعش نصيح. انا بقول لك عن تاني الجسكت. اتفرج عليه فاني بقى في الفيديو. طيب. تعالي شوف نوع جديد تاني كمان طلع حاجة اسمها سبايرل. سبايرل ده عبارة عن هو كده. بعيز ما انا اتحقق بحيس انا اتحقق ايه؟ بعندي بلايت. بس اتواخد شكل دائرة. وفيه هوت وكولد وهوت. يعني لبين التو بلايته هو الكولد وحواليه هو الناحية تانية هوت. وهي كازل اكثر. هذا الكولد وحواليه اتنين كولد. عبارة عن سبايرل. تعالي بصر بتركب ازاي عبارة عن سبايرل. تعالي بصر بتركب ازاي عبارة اتنين ومتلفوهم بالمنظر. الفراغ اللي بينهم هيتكون هو ده اللي انا متكلم عليه اللي حينشي فيه فليوت. مرة باشي بين الطبقتين هوت. واللي وراهم ماشي كول. زي ما راجل بيجمع هيت اتشينجر بحجم احجام ممكن تكون صغيرة او احجام كبيرة. طبعا ده كل ده ملحوم. ده شكل السملي بتاعه براعا نشل جواها الكصة دي. ومدخل خمعا عمودي على الكلام ده. كولد. لو جنا خدنا فيه. هنشوف شكل الفليود كهوت فور. اهو. ادي شكل الفليود الهوت. وادي شكل الفليود الكولد. وبالتالي انا بعمل كونتكت اكبر. وبعمل عمل تحسينه. طيب. احد الابليكيشنز اللي انا متكلم عليها جاهية اكتشينجر. الكلام نتاخذناه افروض الفيو دناميكس اللي هو التلاجة. التلاجة عبارة عن اياه. برا عن كومبريسور كما انتو شايف بيضغط الغاز اللي هو الفريول. بالضغط ولا ايه بانحة ولا ايه. بنتكلم نجد في عشرة استغاز. بيتضغط على بهذه اللي موجود في فورة التلاجة. يعني كونتنسر يعني كونتنسر يعني يحول الفريون الغاز اللي هوتل عن سبعين لغاية لما يدلت من سيبرهيد لغاية فترهيد عند خمسين. ويحصلوا تشينج في الفييز يبقى ليكويد. بقى كله ليكويد عند خمسين. غاز مضغوط ليكويد. اعديه في محبس. يسموه المحبس او سوري المحبس اللي هو اكسمنشن بالف. اكسمنشن بالف ده بيخفض الضغط وكمان مع التمبريتش من خمسين. واللغاة عالي الى نقص عشر نقص عشرين. فالفريون اللي كان عند الضغط عالي عشرة بار مثلا. وخمسين دراجة بقوية. حينزل عند واحد بار بس عند تمبريتش المقص عشر نقص عشر نقص عشر. هو اللي اللي موجود في الفريزر. المواصيل اللي ماشي اللي ماشي اللي هي اللي هي عارة عن الليكويد موجود جوة الفريزر. الفريون دونه ازرق. او سوري محبس الليكويد. ماشي جوة الفريون. ماشي جوة المواسير. هياخد الحرار للأكل. اولا انا اكترنا مع تكيل. اليونت اللي جوة ديت ماشي كالفريون. الهواء خد حرار من اسمنا. هيروح دوت. يقوم يعمل الفريون يسخن. الفريون طور يحرطه حد اشان غاية. اللي معمل تشينز الفيز. ده عند نقص عشر. هتحول من الليكويد الى ببرد. في المقابل الهواء هيبرد. او لو بنتكلم من الاكل داخل التلاجة يصالوا ايه يبرد ويتجمع. يعني كده عملت فيه تشينج. لدي الجسم وعندك الفريون داخل. ويبرد يسخن. او بنتكلم على الكوندنسر الهواء هيبرد بكوندنسر في الهواء يسخن على المطبخ. لو عندك تلاجة في البيت في المطبخ. هيبقى حيار بحرارة للمطبخ. وهو الفريون ده حالته ايه تبرد. لحضرنا حاجة اسمها على الهواء. نعم. نعم. نحاس عشان. نعم. 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 دي. فلولا عندي مصورة واحدة. فلا يهلمين يعرف مين? النار كانت كام? واضربها في باي باي دي. واضربها في الال. هنا جبت الارية. عندي كم مصورة اضرب عادل مصورة. فيش مشكلة. فالارية عندنا فيش كام مشكلة. طيب. والدلدا تي. زمان كنا بتكلم عندي فيلويت وفلاويت تي. بس نحن هناك اتنين فلاويت. او سطح وفلاويت. انت عندك توفلاويت. بس الفلاويت ده حيين اقل حرارته للسطح. وكمان الفلاويت ده حيين اقل حرارته للسطح. بقى انا عندي كونفكشن. وجوه الجسم كوندكشن. وعجانة كونفكشن. لكن اعدي دي مسألة بتاعتي. يعني لو ابص على الشكل ده حبارة عن ايه? اهي. ادي المصورة اللي بتكلم انت عنها. يعني انت حيين ادي السوق بتاعها. وتعال نحن فيها ميكروسكشن للطحة. هنشوفها ازاي? اه. انا عندي هنا النوت بتعمل كونفكشن. لانت نغط فيلويت جوه. جانت دي تي انفينيتي ان. فاكيدا عندي كوندكشن جوه الجسم. او المصورة. وهكيدا عندي كونفكشن لبرا. ده اللي هو تي انفينيتي. وكوننا بتقول ده نوت اسمها تي انفينيتي اوت. وكان هنا نوت اسمها تي وان تي تو. وكان ده نوت اسمها تي وان. وبينهم مقاومة. وعندي مقاومة تانية اللي هي تي انفينيتي ان. مقاومة كوندكشن. مش ده الشكل اللي احنا نقومة عليه? مقاومة بقولك تفز الى كونفكشن واحد على الاريا اتش ان. واحد على الاريا اتش او. تبقى تبقى القانون. القانون الى كانوا برعة ايه? انه هو كوندكشن. تبقى نتكلم على الان. على الان في التين. طبام? ولا ما اعني اتكلم. صح? اه دي استوالة. يعني ما ننفعش ال ال على ال اف كي دي. نقول ايه بقى? ها نقول ايه? لن. ار اوتر على ال ار امر على التين باي ال كي. لو انا بصيت على الهيب اكشنجر اصلا انت عايز تلقى الحرارة. فالصوم كده اخبره ايه? بيبقى بالمثل. فالرقم ده الفرق صغير. فالترم ده كار. تبقى تقريبا بكام. زيرو مقاطر لمين لدون. لكن لو انا حتى جمعتهم على بعض. لو جمعتهم على بعض. هجيب مين? هار مين? ار توتر. تقولت ليه عايز ار توتر. لان احنا كنا خادنا كده. او المحاضرة قلنا ايه. الشكل احنا ممكن نشوفه بساقي تالي. نشوفه ازاي. نشوفه عبارة عن دلتا تي على ار توتر. اهي. او ممكن اشوفه. حب اسمها ايه? يو دلتا تي. مين اليو? مين اليو? مين اليو؟ يا اهلا. اهلا بكم. مين هي اليو؟ انترنال الالجي. هنا تلخبط. مين اليو؟ الاوفارول هيت ترانسفير كوفيشن. كان لو انا عندي مسألة على بعض كده يعني الاتش بتاعتها كان ما سميها الاوفارول هيت ترانسفير كوفيشن. طب مهم المعادلة دي. بعدها ان الاريا في اليو بتسامي واحد على ار توتر. ودي اللي من شوية انه الار توتر دي عبارة عن مين? فبارة عن واحد على اريا اتش ان. زائت حاجة تقريبا بزيرو زائت حاجة بساوي اريا على اتش اوتر. صح امان. فهتروح الاريا مع الاريا. يبقى ايزا عشان اجيب قيمة اليو كما لو كنت متكلم على مين. ما تقول ان اليو تقريبا هي عبارة عن مين? واحد على واحد على اتش ان. تقريبا هي دي ليو في حالة الهيت اكتشانجر. يبقى لو انا عرفت اتش ان واتش اوت قادر احسب الاوبرول هيت ترانسفير كوفيشن. هنجيله اتش دي منين? لا مش جيفة. نجيبها منين. احلم احلم. احلم. نجيب الهيتش منين. احنا اخذنا المثال دي بسائد. بنعمل ايه? اه. انا عندي بتاعة بتاعة المادة دي اتولقها بالمية. اعمل ايه بقى? روح اجيب بالجداول المية. الخواص. واعمل ايه بقى? احسد مين? هو اسأل نفسي. وده في ايه? كونفكشن ولا فورس كونفكشن? فورس. طيب. هو انترنال فلو? الاكسترنال فلو? انترنال فلو. طرم انه هو انترنال فلو. يبقى لازم احسب مين؟ رينولد نمبر. عشان اعرف هو لامنر ولا تيروت. طلع باعي اقل من 2300. يبقى لامنر. يبقى روح ابص على المعادلة بتاعة اتنصلت اللي هي بتاعتين اللي مين? الايه? اللامنر. اروح اجيب منها مين? اتش. عشان اعود بمين? باتش. طيب واتش ان? نفس الكلام للليكود التاني. اروح ابقش على كدوم بتاعته. اجيب البروبرتي. اجيب اللوند نمبر. طلع التيربلنت. استخدم المعادلة بتاعت التيربلنت. عشان اجيب منها اتش. انا. منهم اجيب اليوم. نفرم عاكس حاجة اله. اله. ماشي وعايز تسير اله. داخل كده والداخل كده. ليه اتجاه? ليه اتجاه? ليه اتجاه? فاهم شاك؟ ناصل تتكليها لغة من اتجاهات. كلمة كاونتر وكلمة براء. يعني كلمة بس المعادلة من التنفراتش يجي لها عامل الزائفة. يعني الحين الحرقة اكثر والانحين الحرقة اقل. بس. بس. ماشي عاقبت. عرفنا ازاي نجيب الي اتشاتش? تخضيت? ما تخافش مش اجيبها في الطحيل. طيب. بس اللي بقولك بتيجي من يلي يا حد. طيب كده اعرفنا نجيب. الحمد لله عرفنا نجيب اليو. انهي دلتا تي بتتكلم عليها اللي بتتكلم. انهي دلتا تي. هل هي المية نقص التمانين? ولا انت تتكلم على تمانين وميه. انوووت. واوت المي? ولا عشين واربعين. ولا انت تتكلم على انت عنده اربعة. المسألة دي كانت سيمبل اوى في الاول. تمبرتشر انووت. والله في الحقيقة ناة. في اليود ووجه هنا. احنا كنا بكيقى في واحية بنيديت ايه؟ انت داخلت تمانين وخرجت باربعين يبقى اياه بستين. الميا دخلت بعشرين وخرجت باربعين هي تلاتين. ده البلد. لكن الحقيقة لا. كل حتة ليه temperature. ولو خدت بالك تتلاقي من delta T في كل حتة مختلفة عن الجنبها. فانتبكني عني delta T. عني delta T. طيب. بنعرف حاجة تانية ستاقل نظر رتمة mean temperature difference. دي عبارة عن ايه بقى? دي بتقولك بص على الفرق في المدخل. الله سسميه ولياكم delta T1. وعلى ما اخرج ما سسميه delta T2. اهو. حيث دي ممكن اعتبرها delta T2. واعتبر ده delta T1. بس بشكل. عشان اجيب اللي له غالب من كوين temperature difference ده لازم اقول. delta T1 minus delta T2 على lin delta T1 على delta T2. يعني خبالك لو استخدمت delta T2 نقص delta T1 يبقى لازم اقول lin delta T2 على delta T1. اخترت فيه delta T1 واللتو مش فرق. قلت ده delta T2. او قلت و delta T1. مش هيفرق معنا فرق. المهم بقى انت عارفة عنه. ده الكورريكت temperature difference اللي انا ممكن اعواض به في المعلمة. من المجيهة مسائل heat changer. افرق بها دي طريقة حل مسائل ده. واضح الكلام ولا فيه مشكلة. عندي سؤال. طيب. بحظة ما احتفقنا. ادي شكل من ايه? ال heat changer. عامل ازاي? الحياة انه كمان فيه نقطة تانية. هل heat changer ده كفاته كويسة? او لا. احنا بتقولك من شوية فيه. وفيه واحد احسن منه. كيف يدي احسن منه ده يعني ايه? اه. ليه حاجة اسمها افضل او اعلى. ايه تعريف الافكتفنس? بص على temperature. ليه انت قولت على الكاونتر انه افضل من البريل. اه عشان ادري ايه. ايه لك تحرر اكتر وبالتاني نقل temperature الاعلى. انت معرف الكلام ده منين? تعلم بص كده على الحقيقة على القصة دي. لو انا بص لعى temperature دي مش ديه اقصى temperature عندك. صح ولا? طيب. وال temperature دي كانتقال temperature عندي ده T minimum. وهذا T maximum. انت ايه لفسك ايه? لفسك ان كل temperature minimum توسط الاخر اللي فين? المكسوم. او العكس ان نفسك temperature maximum ديك تنزل غاية فين? وتحليم كانت المكسوم. يبقى هذا ما نسميه دلتا تي اقصى حاجة ضد. هل احنا في لدنا ممكن نوصل للمية تبع عشرين? لا 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 انتقال حرارة محتاج فرق درات حقا. انما اكتشوالي ايه لحصل. هو احنا في سؤال. هو انت بتتدور انك تبارد الزيت? او انت عايز سخن المياه? انا عايز ابرد الزيت. يعني اجيبك اللي في البداع كمين كان دا. يبقى انا قدر تنزل من مية الكام؟ تاربعين. يبقى هذا اسم دلتا تي اكتشوالي. انت حلو انت التكلم ده? انا عايز ابرد الزيت. لكن افرد انا يبقى ساخر المياه. يبقى ساخد الحتة دي. يبقى هي دلتا تي اكتشول اللي حصل. لو قسمت دلتا تي اكتشول حسب اللي ما تكلم على ايه? على دلتا تي ماكسمم. دايب نسميه حاجة اسمها الافكتف. كل مكان الجهاز بيقدر يعني الحرم اكتر حلقة الافكتف دي ما لها عادي. يعني ممكن ايه خمسين في المية ستين في المية. لكن البلاي تيكتشنج ان انا ورته لك الحديث ده او او البلو او لا ممكن يوصل بسعين في المية. يعني يوصل لك البران الحرم يوصل لك البران الحرم اعلى. يبقى محتاج دلتا تي اقل. واضح الكلام نا ولا فيه مشكلة? حدوا عندنا سؤال في القصة ديت. خلي سؤالي? طيب اذا كده خلصت المناج بتاعي. وبشكركم طبعا سمعتوني يعني. لكن ما راجعي ان شاء الله لو تقابلنا سيبقى مراجعة. فلو انا عايزك تسيجي بقى معاك اسئلة لو انت عايز تسألني على حاجة. وانحل بسائل على حاجات ان ما نلاقيين فيها. خلي ايه سؤالي? شكرا.